بتأييد 143 دولة واعتراض 9 وامتناع 25 عن التصويت صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة عضوية فلسطين في المنظمة الأممية غير أن القرار الذي نص على وجوب اندمام الفلسطينيين إلى المنظمة مع منحهم حقوقا إضافية بصفة مراقب سارع وزير الخارجية الإسرائيلية إلى وصفه بالسخيف والذي يشكل جائزة لحماس على رغم أنه يحمل طابعا رمزيا بفعل الفيتو الأمريكي في الموازات وفق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على توسيع وصف بالمحسوب لعملية الجيش العبري في رفح على الرغم من أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن ونقل موقع أكسيوس في هذا الإطار عن مصدرين أن التوسع في العملية لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بينما قال مصدر ثالث أن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأمريكية موقعا هذا في فلسطين المحتلة أما في لبنان فالنار مشتعل في الجنوب وتتمدد باستمرار إلى مناطق أخرى بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تلقى ردودا موجعة من حزب الله على وقع انقسام داخلي غير مسبوق حول جدوى المشاركة في الحرب غير أن العنوان الثاني البارز على المستوى المحلي يبقى النزوح السوري حيث واصل نواب التيار الوطني الحر لقاءاتهم من السراء الحكومي حيث اجتمعوا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أما الخطوات العملية لإعادة النازحين فتبقى حتى الساعة رهينة الكلام الرسمي الفارغ والمزايدات السياسية المكشوفة التي يمارسها أفريقاء معروفون كانوا حتى أمس القريب جدا من أشد المدافعين عن بقاء كل النازحين في لبنان حتى سقوط الحكم السوري